عندي في منا ملع بمباراة صدق قهرة زمنا مينا ماهر من ملع مباراة علشان يقولنا تشكيل المباراة وتشكيل الفريقين وأجواء ما قبل المباراة فضل مينا تحياتي ليك كابتن طارق مساء الخير وتحياتي طبعا لديوفك الكرام في الستوديو كابتن حماد عبداللطيف وكابتن جمال حمزة تحياتي لحضراتكم جميعا وأهلا لمشاهدي ومتابعة قناة نادينا الحبيب نادي الزمالك في كل مكان لحقيقة الأجواء هنا في الصدق قهرة يعني هنقول هادية شوية يمكن كان في بعض من سقوط الأمطار في الوقت اللي فات ولكن مع مرور الوقت بدأ الجو يتحسن بدأ الجو مهيئ تماما لمباراة شطوية من التراز الأول لعيبة مستمتعين يمكن أرضية الملعب كمان جادة جدا مساعدة اللاعبين في المباراة يمكن الزمالك النهاردة هيلاعب امبي في افتتاح مشواره في بطولة كأس الربطر عايزين نفكر الناس كده بمجموعة نادي الزمالك فاركو سيراميكا كيليو فاترا غزل المحلة ترائع الجيش امبي يعني مستر بيترس كارتيرون تفقد الملعب المباراة هو جهاز المعاون وكان في حديث مطول مع كابتن أمير عزمي مجاهد يعني الحقيقة اللي كان بيكلمه عن الأجواء الملعب وعن أرضية الملعب ولكن سرعان ما داخل غرفة خلع الملابس كان في حديث وجلسة مع اللاعبين الحقيقة النهاردة غيابات نادي الزمالك كبيرة جدا طبعا عارفين بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية طبعا تمنياتنا لمنتخب الوطني أنه يقدم أقوى أداء وناخد البطولة إن شاء الله غيابات نادي الزمالك أبو جبل الوينش محمود علاء فتوح زيزو إمام عشور ده مع المنتخب المصري وأيضا الجزيري والمسلوسي مع منتخب تونس وأشرف بن شرقي مع منتخب المغرب وغيابات للإصابة طريق حامد وعمر السعيد وكابتن شيكبالا طبعا بسبب الإصابة بفيروس كورونا تمنياتنا طبعا بالشفاء العاجل للعابين لو عايز بقى أكلم حضراتكم عن التشكيل النهاردة جمهي الناس الزمالك كانت مستنية تشكيل يعني مليء باللعيب اللعيبة الشباب ولكن مثل فترة سكرتيرون قرر إنه يبدأ بعواد في حراسة المرمى قدامه أربعة خط الظهر عبد شافي عبدالغاني حسام عبد المجيد ويمكن ده اللعيب الوحيد يا شاب في قيمة 11 اللاعب وحزم إمام قدامهم عبد العزيز محمود عبد العزيز وروا جنبهم عبدالله جمعة ومصطفى فتحي قدامهم أوباما ونجم بودلاء نادي الزمالك السيد عطية أحمد زاكي حمدي علاء إسلام جابر رزاء سيسي سيف جعفر سيد محمد عبدالله يوسف أسامة حسام أشرف لو بقى نتكلم عن تشكيل إمبي فهو بـ 35 كنين البلعوتي وعمر عدلي وإبراهيم يحيى وخالد رضا وهي جرجس مجدي قدامهم محمد إسماعيل حامد مصطفى جمال العجوز عبد الرحمن عماد دانو بيتر جون إيبوكا لو نتكلم عن البودلاء فعلي فوزي محمد مرسي مصطفى شلبي صلاح ريكو أحمد جمعة عبد الرحمن سمير محمد إسماعيل محمد شريف مصطفى دويدار دي كانت الأجواء هنا والكواليس من أستاذ القاهرات الدولي نتمنى إن شاء الله فوز لفريقنا فريق نادي الزمالك في افتتاح مشواره في بطولة كأس الرابط نتمنى أيضا فوز منتخبنا الوطني في مباراة الغد والفوز بالبطولة إن شاء الله عودة ليك كابتن طارق مرة أخرى في الستوديو زميلي مينا ماهر بملعب وراء على هذا التقرير الوافي من مباراة أو عن مباراة نادي الزمالك مع عين بي في مباراة نادي الزمالك في جأس الرابط